السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد غني نشارك معكم في طريقة تحضير بسطيلة الحوت بجميع المراحل ديالها وبالاسرار ديالها يعني اسرار نجاح ديالها اول حاجة غني نحتاجو الحوت اللي غني ناخدو جوج كيلو ديال البرلان عدنا نس كيلو ديال الكالامار عدنا كيلو اللاروب ديال الكروفت بالنسبة للحوت من الاحسن انا كوم تديروه ترعي كيني الناس اللي كيستعملو الحوت سوق جلي خصوصا عن الكالامار والكروفت كيستعملو الشيخ جولي صراحة ما غاديش ننصحكم به لانا ما كيعطيش ديال البسطيلة ديالكم اول حاجة غني ناخدو المقادير غني نحتاجو حبة ديال البصل اللي تكون متوسطة حبة ديال الطماطي غني نحتاجو الصلصة حارة انا وجدتها في المنزل اللي بغا طريقة ديال تحضير ديالها لغادي تلقاوها في فيديو المقبل ان شاء الله غني نديركم طريقة ديال تحضير عدنا الفطر المصبر الى عندكم طريق ديروه عدنا زيتون مقطع قطع صغيرة زيتون اخضر عدنا نصف حمض اللي غنحتاجو العسر ديالها كفص كبير ديال التوم عدنا بالنسبة الحمض مرقد تول طريقة ديال تحضير ديال الوراكينا في القناة بالنسبة لدينا واحد ضمة ديال البنة ديال الحوت مزيانة كتعطيكم واحد انك هزوينا لبستلة ديالكم عدنا القزبور ومعدنوز تقريبا ثلاثة المعالقة الربعة كبار ديال قزبور ومعدنوز بالنسبة للعطرية غني ناخدها معكم من بعد يعني العطرية كاملة بالنسبة لحوت كيفما تشرتو معايا لدك الميرلانش ديتها غصلتها مزيان حيت لها دك الرأس والدك المسرنات اللي كيكونوا الحوت غني بالنسبة للميرلان غني نفورها غني ناخد الكسكاس كيفما تشرتو معايا غني نستفها في بهذا الشكل هدا كيفما تشوفوا معايا غني نستفك ديك كيلو جر كاملة من بعد ما نقيتها كيفما قلت لكم ومن بعد ما غصلتها مزيان سوف نستمر في الميرلا حتى نستفى كاملها كيف ما قلت لكم الحوت باش مكان طري إلا كان عندكم من غير الميرلا كان عندكم دكال القرب واللوت التهية كتستعمل في البستيلة كتعطي واحد كيتجي لديدة فيها يعني على حسب الحوت المتوفر عندكم بالأحسن تستعملوا الحوت الأبيض يعني ممكن تستعملوا الحوت الأزرق لأنك يخرج على البستيلة سوف نأخذ البصل كيفما تشوفوا معي وحبة ديال الطماطم سوف نحكوهم بالنسبة للمحبة ديال الطماطم كنحكوها بالجهة ديال الحكاكة كرقيقة وبالنسبة للبصل كنحكوها بالجهة ديال الحكاكة هادي اللي غليظة كيفما تشوفوا معايا هادي اللي غليظة هادي اللي غليظة من بعد ما حكيت البصل ديالي حبة ديال البصل وحبة ديال الطماطم غليظة لهم كيفما تشوفوا أنا غليظة للمحبة ديال الحكاكة من بعد غليظة غليظة الزيت النباتية الزيت النباتية الزيت النباتية ولكن ما غليظة زيدي المقلاء الكمية في الأول من بعد نضيف الكمية الأخرى سوف نضيف المقلة التي تقل معي البصل والتوم والطماطم في هذه الأثناء سوف نوجد الفيرميسيل والشعرية الثانية سوف نأخذ تقريبا 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 1-4 كيلو كل واحدة بالنسبة للعطرية سوف نأخذها معكم دبا فيها الملح سكنجبير الكامون الخرقوم البزار والتحميرة والقصبور مدقوق يعني يابس سوف نضيف هذا العطرية كامل هادو فعه واحدة كيف ما شاهدوا معي حتى الملح سوف نضيف البصل من بعد ما تقلى وضفت له العطرية سوف نحركه ونضيف الماء سوف نضيف الماء ونخليها تغلى على خطر خطرها باش تزيد ديك البصلة ودك التوم والطماطم اللي درت تأخذ العطرية كامل ها يعني تشباب ديك العطرية كنحرك المقادر مزيان حتى سندمجوا مع بعضياتهم ونخليها تقلى تزيد تقلى مع راسها حتى حتى التعقاد شوية ونضيف لها المقادر كل مرة كنضيف حاجة يعني أنا غا تفقاوا معايا كيف ما كنت لكم أنا مغي تنقز حتى مرحلة هاكدا غا يتبعوا معايا المراحل كاملها والناس لأول مرة غا يصيبوا البستيلة وكتجيهم صعيبة يعني راح طريقة سمسة راحة راح سهلة مصعبة في هذا الوقت يعني كل شي موجود في هاد الاثناء غادي نوضع للكلامار لانه هو كي ياخد شوية الوقت في الطياب يعني غا نبدأ به هو الول غادي نضيفه للمقلاد ديالي اللي درس فيها العطرية مع الباصل والتوم وطماطم أنا ديما كنحاول نفكركم بالمقادر لانه تالناس اللي ما جاوا زيما بدوش معايا الفيديو ولبا المرة كتكون هي كتبغي تخدم وفي نفس الوقت كتتتسامع يعني كنعود مع هالمقادر ما فيها بس غادي نحرك الكالامار وغادي نخليه حتى يتقلى معايا مزيان وياخد الطياب غادي نضيف ثاني كمية من ديال ما وغادي نخلي حتى يتقلى معايا مزيان وياخد الطياب دياله اه كيف مكتلكم اه العطرية راه اه اه زع ما متوفرة في كل منزل الى كان توفرت عنكم العطرية ديال الحوت ديروها انا صراحة ما توفرتش عني مدرتهاش ولكن عودتها بضامة البنة ديال الحوت اهنايا غادي نضيف طماطم مركزة عندي تقريبا واحد ملعقة كبيرة ديال طماطم مركزة غادي نضيف هالمقادر ديالي كتعطيها ديك تختار زع ما صراحة عدنا ديك اه اه الطماطم دا عندها واحد ضروري فهذا كلا صوس اللي كتوجدو ديال اه البسطلة ديال الحوت يعني كتعطيها هادي كتكون عاقدة كتعطيك ديك العقودية من بعد غادي نضيف لها القزبور ومعدنوس تقريبا راكا تبغي كمية كبيرة شوية من القزبور ومعدنوس تقريبا نشي ربعات لمعالخ كبار ديال مقزبور ومعدنوس وغادي نستمر انا بنفس الطريقة وانا كنحرك حتى تندبج معي العناصر مع بعضياتها وهانتوا ما كيف مشوشوا معي راديك المريقة بدتك تختار اه كيف مشو معي انا ما دفتش الكروفيت اه الارضيس والبال ما عندي فوش من مع مرنا كنضيفو من اللول يعني كروفيت ضغيك يا طيب ما كي خمسة دقيق هوا طيب يعني انا كنخليه حتى المن بعد هنا غان ديف ضمات البناء كيف ما قلت لكم الى كان عندكم عطرية ديال الحوت ضيفوها مرحبا انا ما ما نتوفرتش عندكم ديرو ضمات البناء لك تعود ديك ديك النكهة ديال الحوت كتزيد كتكونسنترها يعني كذلك وكتعطي واحد الماداق رائع اللاصوس ديالنا هنستمر بالتحريك حتى ندمج معي العناصر وتدوب ليا ديك ضمات ديال اللي بنا كي الناس اللي كي ياخدو شوية ديال ما طايب وليما سخون وكتكي يدوبوها في المهو الول عب كي يضيفوها المخيلة مهم طريقة كتسبقت قريبا بحال بحال انا درسها نيشان يعني ما احتاجيش لان باقى المرقى كيف ماشوشتو ومزيان باش ندمج مليا معنا عناصر وتبقى غالي كتدوب شوية بشوية وفي نفس الوقت كتشربها السلصة ديالي كيف ماشو معي راهت قريبا كتاخد شوية دلوقت اللي هاي السلصة بدت كتعقد وكننا نستمر في تحريك بشوية بشوية حتى كتا حتى باش ما تتحرقش ليه في نفس الوقت يعني خاصة ما تتحرق ما حتى هاجة يعني انتيا دي مرد البال مع المخيلة ديالي غالي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد ثلاثة طرابعة مع القكبار ديال زيت الزيتون هي كتبغي شوية ليدام في هاد الأثناء غايكون الحوس ديالي تفور يعني طاب كيف ماشو معايا مين بار واحدة اشرة دقائقة الخمساش دقائقة كيكون وجد معك غالي نوريكم طريقة تنقية ديالي يعني غالي ننقي معكم الحوت كيف مكتلكم غامش معاكم مراحل دقاء بدقاء خصوصا للبناس كين البناس ما كيعرفوش غالتين نقيوا الحوت يعني غامش معاكم دقاء بدقاء حتى نوريكم مراحل كاملها يعني اول حاجة في الحوت كنحيد دك دك الجناب اللولانيين كنفتح الحوت انا بالنسبة للحوت ما كنبغيش انا ننهرسوا بزاف يعني الحوت احسن تخليوا مرصوية ليكونوا شوية كبارين في البستيلة ديالكم غادي نزولوا بحال هاتشكل كين ناس اللي كي حيدوش دك الجلد الرقيقة اللي كتكون ملفوق بغيد تخليها ما كينتشكل يعني ما كتشكل شي مشكل مهم انهو دك الشوك اللي ما يكونش ما يكونش زع ما زع ما الصراحة ما يكونش ما تخلي تشوك يعني ماشي الناس غاياكلو بزاي تتوصل تحليهم في حلقهم يعني من اللي احسن انهو كن حاولوا ننقيو باش الشوك هو لي ما يكونش ما حسا ديك الجلد اللي رقيقة كيتكون ملفوق الى بغيت تحيدها كتحيدها ما كينتش اشكال غا نستمر انا معكم في نفس الطريقة كنحيد السلسور كيف ما شوشوا معايا بالنسبة المرة ما كيكونش فيها الشوك بزاف يعني ما كتعدوكش صراحة غايا انما انا بغيت نوريكم بشويات نوريكم كيفاش كتنقيوه كين ناس اللي مك يعرفوش صراحة ينقيو تباش ياكلو يعني درالي سخصنص درالي الصغار والبنات اللي باقين صغار هاته يعني يالله كتدخلها ماما الكوزينة وذك شي وكيس بغيت توجد هكاشي شهيوات وذك شي وإلا بغيت توجد همتاد كل بسيطات الصغار يعني وكين عندك الحوتر يعني شي حاجة اللي في المتناول جميع دبال الحمد لله كل شي متوفر في البلاد دينا يعني اي حاجاتش هنا هكا نصايبوها راسنا في ديورنا اليوتيوب الحمد لله ما خللت واحد هي حاجة يتلف فيها يعني الحاجة اللي ما عرفته هاش وليتي كتشوفيها في اليوتيوب كتتعلمي لها ما كتحتاج يطلب من تحت ديوريك ولا يتجمل عليك هذا شي دي كين الحمد لله على هذه النعمة حتى هي غان نستمر بنفس الطريقة كيف مشو معي كتك نحيد ديك الجنيبات ديك الشويكات اللي كيكونوا في الجنب صغار وبهالطريقة هنتم مش فتور هني ساليس الحوت اللولى يعني طريقة سهلة وبسيطة وما ما صعيباش صراحة الحوت كي يجي الميرلان سهلة في تنقية ديالها يعني ما كتشوح لكش ما كيكونش فيها الشوك كتير يعني ما كتمحنكش في تنقية ديالها غان اغان عود معكم الحوت الثانية باش الناس اللي ما شفوهاش معايا من اللول اه وغاني نستمر انا في تنقية ديالها وانتما كتشاهدوا الطريقة من اللول حتى الاخر هاكدا باش كيف ما اكتلكم اللي ما بغتش توقف الفيديو وبغت تستمر غادي تستمر واللي بغت تدوز هاد المرحلة ما كينتا مشكرة كتدوزها وتستمر في تشوف المراحل الاخرى وصافي هادش اللي كين كيف ما اكتلكم انا رب بغيت باش نشارك مع الناس كينتدراري دبال اللي كيكونوا عايشين بوحدتهم كيبغيوا يصايبوا هادشي وات صراحة كينفعوهم خصوصا اللي كيمشوا وليدات في دارهم وموال فينشي طيبوا دكشي وكيمشوا الخارج يكملوا قرائسهم ولا كيخرجون وخف نفس البلاد كيمشوا المدينة واحد اخرى وكينيندرقلين سبارك الله كيبغيوا يشقعوا وكيبغيوا يطيبوا طيابهم في دارهم يعني هادطريقة كنوريكم مراحل كاملها يعني اللي بغي يستعملها ويستفد منها مرحبا وكيما قلت لكم ديك الجليدات اللي كيكونوا لاصقين لما مش مشكل كيلي كيبغي يحيدوا مكيلي كيخليهم زي ما صراحة انا في اللول حي تغيشو كصافي بعد غريسكم غير طريقة زي ما تيلا بغشو تحيدو ديك الجليده رقيقة ولي ما بغش يحيدها را ما كتشكلتها يعني التبنيك التاكل البستلة ما كتحسيش بها انها مديرانجيا يعني ما كتديرانجيش ديك الجليده ما كتدك القشور لي هرقاقين كيف مشتورة يمكن لك انك تخليهم ما كيشكلو تا اشكل في في الماداق ديال بستيلة احنا المغربة كنحاولوا ان انا ما نضيعوا في ذاك الحوت حتى حاجة خاصنا الحوت ان ناكلوا منها كل شي فتخليوا في اغاية السلسل هو المهم غني نستمر معكم بنفس طريقة حتى نكمل الحوت كامله وكيف ما شوتوا معي يعني ديك الجيوش كيلو كاملها غني نستمر بنفس طريقة حتى ننقيها بنفس الشكل حتى نكمل كمية كاملها فهذا الاثناء غالي تكون المقيلة ديالي كيف ما شوتوا معي يارا تبارك الله صافي عقدات ديك المريقة ودسكت شحر يعني ما بقى لها شاي يعني غني نضيف لها دبا فهذا الاثناء غني نضيف لها الكروفات الكروفات كيف ما كلكم خمسة دقايق را كيكون صافي وجد يعني ضغيكي طيب ما غايحساش وقت طويل كانت حكم انه يكون دايما تخليه هو التالي لانه إذا درتيه مع الكالامار اللي هو تبارك الله كيكون هكاك غلايدو ديك الشي ودرتيه من الول ما غالي يجي تساطيب ديك المريقة وتعقادو ديك الشي حتى كتوقي دك الشي ديك الكروفات صافي يبسو صغار وموقع في مي وتعجن موقع في والو يعني الكروفات دايما نخليه هو الأخر خمسة دقايق على ما كتغلال المقيلة صافي كيكون طب معنا يلا سمتو غاني نضيف الفطر اللي كي مصبر إلا توفر عندكم كيف ما كتلكم الطري كتديروه تقريبا قبل من الكروفات إلا كان عندكم هذا اللي مصبر كيكون في دوك العلاب اللي كتشروه واجد الوقت اللي درتي الكروفات كتديريه معاه كي تهو باش يتيتشرب دك العطرية وكتولي فيه واحد النكاة كياخد النكاة ديك الحوت ودك شي يعني ما غاليش تحتاجي أنك يديريه من اللول واخد شوفوني أنا كن ضق دقاك را ما كنهرش ما كنهرش الكروفات يعني را ما كنوركش عليه بزاف غي باش يدخل معايا دك دك اللي شامبينيون يدخلوه الداخل باش ياخدو دك العطرية فهذا لأثناء ضفت ضفت الزيتون اللي مقطع على هاد الشكل زيتون الأخضر وفي نفس الوقت كان نحرك بشوية بشوية باش هكدا تهو غاياخد دك المقادر ودك العطرية دخل معهم متندبج مع بعض دياتهم كيف ما قلت لكم إلا كان عندك الفوتر وكان أطري ديروه قبل غالي نقطع الحامب بمرقد كيف مشتورة نحية دك اللوب دياله حتى فطغيب القشرة هي القشرة غا نحتاج غير القشرة دياله كنقطعها بهذا الشكل ممكنكم تقطعها بالموز بمقاسكي في مدرس أنا بحل بحل ومن بعد باش غاني نضيفها للمقلع يعني المقيلة دياليت هاد هاد الحامب المرقد كي يعطي واحد إنك هزوينا هنا ضفت دك السلسل حارة كما قلت لكم طريقة ديالت حدي السلسل حارة في المنزل غاني تلقوها معايا في فيديو الجاي إن شاء الله هنا يا دك المال اللي فورنا فيه الحوت يعني استقطر من دك المال استقطر من الحوت اللي فورنا فيه دك البرمة غادين غادين ناخدو الشارية الصينية وغاني وما حدو هو باقي سخون يعني باقي الله حيدنا دك دك الحوت اللي فار غادين ديروها فيه وغالين ندير الباكية تقريبا بجوج أنا كيف ما شفته كانت الكمية خاصة نزيد الفرميسال يعني دلت تقريبا جوج باكية وفزت واحدة 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 أخرى حيث جاتني الكمية ديال حوت كثيرة بالنسبة للفرميسال غالين نخليه في ذاك المال قريبا جوج دقائق تل ثلاثة يعني كم قد حركو طيب يعني راكي ضغيه ايا شائرية صينية ضغيه كطب يعني ما كتاخدش وقت كتير وما خسكيش تخليها بزاف باش ما كتتعجنش غالين ناخدو غالين نصفيف هاد فاد صفايا كيف ما شفته معايا إلا بغيتو ها ما تعجنش لي كن ناخد هاديك الساعة كيف ما صفيتها غالين نديرها تحت المبارد يعني باش ما تتعجنش وما تلاسق مع بعضياتها من بعد ما تفات غالين نقطعها بالمقص كيف ما شفته معايا يعني كن نحاول ما نخليش دوك الخيوط يكونوا آآ ملاسقين يعني وملاسقين مع بعضياتهم يعني كيكون الخد كبير وغالين بقى نقطع آآ وإلا كان أنا كتعجبين نطيبها شوية يعني يدوز لها شوية الثياب ما تخافوا منها حتى حاجة حيث مني كتديروا لاصوس انتم ما كتخلطوها ضغيه كتتحل يعني ما كتما كتوحلكمش آآ كران نستمر أنا هك تحتا كن قطع ديك الكمية كامل هكي فيما شفته معايا ديك البرميسيل وشعرية الصينية يعني كن قطعها مزيان و باش كتتفك على بعضياتها يعني ومني كتبني كتاكلها يعني ما كيبقش لك الخيط ها كك طويل غادي معك يعني كيكون واحد واحد القياس اللي غادي تقدريه انك تدخلي الفموك باش تأكلي هاي قياس اللي غا تزيب لذات الصبيعات مهم فهد الأثناء غا تكون لاصوس دينا وجداتك كيش ما شفتوا معايا لاصوس راها هي را عاقدة و جاية فيها واحد واحد لا تكستور لزوينة يعني والمقادر تقريبا فيها را كلهم طابوا اه الحوث كمية الحوث كيف ما شفتوا را نكملتها كاملها اه نقيت ذاك الحوث كله من بعد ما فار اه كيف ما كلكم تخليوا داك الجلدات اللي فوق كيف كلكم تحيدوها را وريتكم طريقة يعني اني ما شوفش معاي الطريقة را يمشي زيد الفيديو ليرجعوا را غادي شوف الطريقة دي هلا كيفاش تنقي الحوث هنا كنفصل ديك الفيغميسيل على بعضياتها ومن بعد غادي نبدأ ننضيف لاصوس شوية تدريجيا وانا كنحرك الفيغميسيل باش تدخليها المقادر و تجانس مع بعضياتها مع الفيغميسيل يعني تدخل ديك العطرية و داك شي قا علي طاب و ديك الاصوس غادي ندخلوها في داك الفيغميسيل ونخليوها واحد شوية ضروري حتى كتشبع بها يعني كتتلق في هذي كالنكهاز ديال الحوث كيف ما شوفوا غادي ننضيف الكيمية كاملة هذي الاصوس واخد شوفوا الفيغميسيل كيف ما شوفوا معي رمني غا ما قد حرك رضغية غادي تطلق انا رغا ممشيت معاكم بالمرحي كاملها تدريجيا ما حاولت نقطع حتى مرحلة باش هكذا اللي اول مرة غادي صايب يعني غادي جيت طريقة سهلة غادي نضيف عاصر ديال حامضة اللي شوفوا معي كشتوا معي ركنت دوريتكم نصف حامضة هذيك نصف حامضة غادي نعصرها كيف ما شوفوا مزيان يعني العاصر ديالها غادي نضيفه غادي نحرك بيديها حتى تندمج العناصر مزيان مع بعض ديالها ضروري تحركوا بسطيلة وتحاولوا تخدموها بيديكم لانا باش تندمج العناصر يعني ما يمكنش الى مخدمش بيديك يعني ما يمكنش غادي ننقص كمية ديال انا شوية ديال فاغميسير حيجاتني شوية كثيرة وغادي ندمج العناصر مع بعضياتهم كيف ما شوفوا يعني غادي نحاول ان ديك الفاغميسير كلها تندمج تداخل مع بعضياتها مع ديك العصوص ومقا نستمر في التحريك حتى تدخل معايا يعني كيف ما شوفوا يعني ما كنحاول جأنني نعجنها يعني كتحاول تطلعيها كو كتخلي كتخليها تهبط باش ما كنتمشي كتدلكيها يعني غاكت حاولي انك تزيها وتفصل ليدوك الخيوط إذا كانوا ملاسقين مع بعضياتهم غا نستمر بنفس طريقة ومن بعد غادي نزيد زيت الزيتون غادي نزيد واحد قريبا نجمع الكبار ديال زيت الزيتون تل 3 زيت الزيتون ضروري ديك داك ليدام ضروري تضيفو يعني داك ديك الزيت ضروري تضيفوها لانا كتعاوننا اننا البستيلة ديالنا جي فيها ديك انك ها زوينة ولدي دا وفي نفس الوقت ترى اذا كانت ناشفارة ما كانت جيش زوينة يعني كتحتاج واحد الكيمية تقريبا تجيل نصف كأس ولا كأس اللاروب صغير ديال زيت الزيتون يعني واحد تقريبا واحد المعالق اربعات المعالق كبارين عامرين ديال زيت الزيتون كيف ماشتوا معي مرى المقادر زيت بارك الله جة صغيرة عامرة و ضعباء ودي زكل ما عندي منقول كنتمنى انكم تجربوها صراحة تستحق الجريبة ومقادر زياتون لي مهمشي بزاف يعني متوفرة يعني في كل منزل يعني تقدروا انكم توجدوها في منزل ديالكم وكتلاقي الجمال الافراد كتار يعني المقادر اللي اعطيتكم رات قريبا عشرات الناس يأكلوا في هذه البسطيلة من بعد غادي نضيف الحوت الحوت اللي كنت انا وجدته من قبل كيف ما شفته معايا كانت الحوت اثم وارغت didn't have enough cleanup online which wasn't famous. I kept that ديالها we Alright до factoring. الحمد ذكرت إلى ready for one inch最後 which Kenny god broke the cup and gone and put it all in on their valve it Back to you uncontrollate with that.اذا لم تنفردش عندكم هكا يعني كافي انه teilτη empower الاسر نسف حمده انه كافي لكوا يعني ما تحتاجوش لذك اللوب دياله لان منك تكون فالمجمد من والساعدة دقيقة كaide تكون مطلقة يعني سهلا لانك تخلي اللوب ديالها وتقطعي حتى هو حيث باش مما كانت للابسطيلة حامضة باش مما كانت تحركت جيبنينه هنا غالي نضيف الحوت كيف مشتو انا الحوت ما كان حاول من منفرستوش يعني ماشي كان خلي مرسويات شوية ليكونوا كبابة كيف مشتوشو يعني ما كان شدوش ونخرج عب حلطون هاكاك السرقيق واللا كان خلي هاكاك باش كيدو كل مرسوات كي يجوبينين في البسطيلة وحتي اللي كي يكون كي يحس بدك الحوت كاين يعني ماشي مفرتت يعني باش مما كان الحوت مرسويات خليته كبار باش مما مزيان فهذه الأثناء غادي ناخد الطاوة اللي غادي نوجد فيها البسطيلة ديالي غادي ندهنها جيدا بالزيت كيف مشتوشو تقريبا واحد ثلاثة المعارقة كبار ديالزيت اللي درتليها ودهنتها مزيان وغادي نوريكم طريقة كيفاش غادي تلفو الوراق ديال البسطيلة تقريبا وراء البسطيلة اخديت نصف كيلو ديال الوراق البسطيلة غادي نديروا الورقة اللولة كيف ما شوشو معايا كتاخد الشكل ديال اللاطة ديالنا وكن ناخد الزيت ديال زيت نباتية يعني زيت نباتية فقط وغادي ندهن ديك الواجهة اللولة وغادي نضيف الورقة الثانية يعني ضروري تديرو في اللوجوج ورقات يعني وحدة فوق وحدة كننضيف لها واحد الكمية ديال الزيت باش هكدا ما كيكون كتجيد الورقة مورقة زيما كتجي مورقة وكتجي مقرمشة انتم باش شوفوا الفرق بين الورقة اللولة والورقة الثانية الورقة اللولة شوشوها متلوقها هاد الورقة الثانية هادي كنت عندي الورقة كيف ما جبتها في الكونجيلاتر الورقة ما كتخصرش الى ديرتوها في الكونجيلاتر يمكن لكم تخدموا بها من بعد يعني ما كتقطع محتى حاجة غي انما مني كتجدية كتخليها تطلق شوية عا تبدأ بها الخدمة يعني ما كتقطعش ورقة البستيلة الى ديرتوها الكونجيلاتر ما كتقطعش واحد الحاجة اللي نسيت موريتاش لكم من اللول الفرماج الاحمر كنناخد تقريبا واحد مية وخمسين جرام ديال الفرماج الاحمر تل ميتين جرام كنحكها مزيان وكنضيفها للبستيلة ديالي كيف ما شوتوا معايا يعني وكندمج العناصر جيدا وكيف ما شوتوا انا ما كنخليش الحوت كنخلي في الواجهة لا كنخلطه مع المقادر وليانا بعد المرات مني كتخلي غي ديك الفرماج ولا الحوت في الواجهة ديك الورقة تلسق عليه والناس مني كي بغوي اياك لغوي البستيلة كي القوي يديهم والشعرية يعني من الاحسن انا كتدمج العناصر مع بعضيات كيف ما شوتوا معايا هكا ومن بعد غني نحط البستيلة ديالي كنوزها جيدا وانتو مرة كتجيوا البستيلة تبارك الله موية وكبيرة وكافية لعدد افضرات كبير ديالي نسع ما كثيرت المعشرات للنصر هيكلوا فيها وافية وموفية زيما الصراحة كيف ما شوتوا معايا غادي نكمل حتى نعم مرة البستيلة ديالي نيتم زيان من خلال ديالي كمية كامل ها ديال المقادير ديال الحوشوه ديال البستيلة ومن بعد غني نوريكم كيفاش انكم غادي تلفوها كيف ما شوتوا معايا مرة حالة لولاد أنه جوج ورقات جوج ورقات ديال البستيلة كي ياخدوا الحجم ديال من بعد كديري الحوشوه كيف ما شوتوا انا كتليكم وانا ما كنت خليش الحوشه غير في الواجهة لانا من كا تحط علي الورقة كيبقى لاثق فيها وما كيستفدوش الناس من ذاك الحوش سوف نأخذ الورقة اللولة هذه الورقة اللولة نأخذها في واحد الجلب تقريبا محلة تنصف مع البستيلة تأخذ نصف البستيلة و نأخذ جوج ورقات نهزهم بهذا الشكل و نلفها و ندخلها تدخل من تحت ديالها نحاول نجوي بها هذا الجلب و لا تخافوش غير البستيلة لا تخافوش غير خدموها و من بعد سوف تتوزع تقريبا نصف الورقة تدخل تحت دكجوج ورقات و لكن قبل ديما ندهن الورقات البستيلة بزيت النباتية ديما و انا ندهن هذه الفتحة اللي تشوفو هنا لا تخافوش منها أي فتحة عندكم و من بعد سوف نجوي و ها في الورقات التي سوف نضيف و ها انتم تتبعوا معي و سوف تشوفوا الطريقة و ها أي فتحة تكون في الورقات البستيلة من بعد سوف تغطى لا تخافوش منها و سميتو هنا كيف ماشتوه ديما كان دهن الورقات البستيلة بزيت النباتية سوف نضيف الورقات البستيلة بنفس الشكل يعني غطيت نص البستيلة من جهة أخرى و غاد بقى لحز دكجوج ورقات و ندخل البستيلة من تحت منهم بهذا الشكل و هانت و ما تقريبا ديك الفتحارات شتو معي رهيات غطات غايبقى ليجن بالاخر غا ناخد تاني ورقة و غا دينا ننفزقها مزيان بالزيت النباتية و غا دينا نديرها فوق البستيلة ديالي و غا دينا ناخد دكجوج ورقات من تحت شو كان بدم البلاطة اللي تجو واس قبل و انا غادة يعني كجي ديك المرحلة الاخر هذا كجي سهلة لانا كيكون جوة نص ديالها و غا نبقى انا كنستمر حتى كسب قليدك جنيف كندخل منه الورقة و هكذا كتكون صفية جوة كاملها هنه غا دينا ناخد واحد الورقة ديالي البستيلة اللي غا دينا ندهنها بزيت النباتية و غا دي تشوفوا هانتوما إلا شوتوا معي البستيلة را كونها تقريبا جوة من الجناب يعني ما كسبقاش بلكم انه شارية خارجة يعني رات جوة يعني ثلاثة الورقات باش جوينة فوق ديال البستيلة الورقة الرابعة هانتوما غا دي تشوفوا معايا كيفاش غا نندهنها على الواجهة ديالها من واحد الجيهة وتقريبا را كتجي الجيهة الخرى بقى فيها غا واحد شوية اللي ما وصلوش الورقة يعني غا دينا نجوي ديك البلاسة كيف ما شوتو هانتوما را بحل للمطيانيت ها غا دينا غا نجو الورقات البستيلة هانتوما شتو ديك الجيهة را بقى فيها غا واحد شوية اللي ما ما وصلوش غا نضيف الورقة الخامسة يعني كيف ما شوتو وغا ننقربها للجيهة الخرى كتر يعني الجيهة اللي ما كانش وصلها البستيلة قبل هاد الأثناء الورقات البستيلة تغطيلي البستيلة تقريبا كاملها غا ننكيف ما شوتو ضروري كتديروا زيت نباتية كتديروا بها البستيلة هو الأول وعاد من بعد كتجوي ديك البلايس يعني ذاك شوية اللي بقى مخ Euro صحيحة لضغط عليها بالشكل اللي شوتو وسنضغط عليها بالشكل اللي شوتو معي بحل لك تقرص الكبز ما طلبت طيام وت دغطو غضون كمية زيت تدهنها من الفوق و سنستمر في الضغط عليها حتى تدخل بها الكمية ضروري ما تدهنها من الفوق ضروري يعني و تضغطي عليها مزيان كيف مشتو حتى تصرح مزيان معاكم را تاخد واحد شكل واحد اخر يعني في الاول تكون بالت لك اصغار تلعو كتبقا را هاتو مشتو كيفاش كتتدغط عليها بحالك تقرس للقبس يعني ما تخافي من التحجرة ما تخرج ديك الشعرية ما احتى حاجة من بعد غا نحتاج واحد فرشيطة اللي غادي نتقبو بها البستيلة كيخرج داك الهواء اللي كي للداخل و في نفس الوقت ما كترتقش يعني من الوقت اللي كانت هي كالطيبة ما كتنفخش و ديك الورقة الفوقانية كالطار يعني ضروري انكم تقبو البستيلة كاملها من جميع الجوانب و من الوسط و من و من الداخل يعني هاتو مشتورة غادي نتقبها كاملة و في المبعد غادي نخليها واحد شوية تنبغي نطيبها يعني غادي نديرها على واحد درجة حرارة إلا كان عندكم غادي نديرها الفرماج حمر من الفوق و غادي نديرها الطيب من تحت حتى كالطيب و بعد كتندي لها الفوق حتى كالتحمر وهان تمر بستيلة ديالي روجدات و جات رائعة صار في المنظر و هنا كانوا ذلك اللي عندي ديال بستيلة ديال لنام و لبريوات و ذلك البستيلة صغار هادوك ديال بستيلة ديال الدجاج و بالنسبة لبريوات ديال هما ديال كفسة ولنام ديال البطاطس يعني مهم تما هادوك يلا بغيتو ترافقوا بهم و البستيلة ديالكم اه كانت منى الطريقة ديالي تنال اعجابكم و اجيكم خفيفة على قلبكم و اجيكم سهلة اه ونتمنى انكم تستافدوا منها اه هذا كانت اه طارقتي شاركتها معكم اه كانت منى هاد الفيديو ينال اعجابكم و الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله اه تراقبوا الفيديو ديال الصلصة الحارة اه توجدوها في المنزل ديالكم غادي تستعملوها و ما غادي تستغنوا عليها و غا تحتاجوها في اي حاجة بغيتوش وجدوا بها لعبة كتنفعكم صراحة مزيان كانت هدي طريقة في تحضير البستيلة كانت منى تنال اعجابكم